تفضلي فاندعا فيه؟ ايه ده؟ دي الملابس بتاعت ابني ومسجلة في النيابة العامة الدماء اللي على الملابس نتيجة التعذيب على كل جسمه مسجل اثار التعذيب في النيابة العامة على المهندس ابن الاستاذ الجامعي اللي مرتكبش اي مخالفة قانونية ادي اثار بس دي كانت حط شوية في الغسيل امرتهم بانهم يطلعوه ادي اثار الدماء من الخلف اثار الدماء من الامام ادي ده كله النيابة مسجلة في التحقيق ادي الفننة الخاصة بالداخلية من الامام ادي اثار الدماء من الخلف ادي اثار الدماء لانسان بريء مرتكبش اي مخالفة ادي الملابس بتاعته ممزقة من الضرب والتعذيب دي حضرتك انا اشكرك على هذا على ان كنتي تصبري علي ادي البنطلوم مهزة في ملابسات تخفى علينا كبرنامج وتخفى على الاعلام لا بس يا فندم احنا في ملابسات لا نعرفها مش عارفين ملابسات ساعة القبض عليه عامل ازاي بس يا فندم اه يعني تاني حضرتك الصحف كتبت ان تم القبض عليه في الطريق في الطريق العام وطريقة القبض مسبتة وده كل مسبت في تحقيقات النيابة ده اللبس اللي جابوه للنيابة به بعد عشرين ساعة من القبض عليه كلها ضرب وتعذيب وحرمان من النوم ومنع الاكل ورح مقدمينه للنيابة العامة يوم الجمعة بالطريقة دي اشتركوا في القناة